رغم الجدل والاعتراض الواسع على القائمة التي أصدرتها بعثة الأمم للدعم في ليبيا بشأن المشاركين في الحوار السياسي المنعاقل في العاصمة التونسية أطلقت البعثة فعاليات ملتقى الحوار بشكل رسمي في التاسع من الشهر الجاري وتزامنا مع انطلاق اجتماعات الحوار السياسي بإشراف البعثة الأممية اجتمعت توقيعات 112 عضوا بمجلس النواب من كافة الدوائر في البلاد في بيان لهم أصدروه بشأن فعاليات ملتقى الحوار السياسي ومتابعة المجلس له بحرص واهتمام بالغين النواب أعربوا في بيانهم عن ترحيب البرلمان بالحل السلمي الشامل للأزمة مستبعدين خيار الحرب بشكل نهائي ومبدين في الوقت ذاته بعض التحفظات وأكد البيان على عدة معايير وأسس يرى المجلس وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار السياسي المنعقد في تونس بإشراف البعثة الأممية النواب حددوا هذه الأسس والمعايير في نقاط تمثلت في التحفظ على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار وانتقاء شخصيات لا تمثل أي قاعدة شعبية ولا أي سلطة شرعية قائمة وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلسي النواب والدولة والتأكيد على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها وعدم تجاوزه وأن لا تتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب أعضاء مجلس النواب اشددوا على رفض استحداث جسم تشريعي غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء نهامها مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها مشيرين إلى أن مجلس النواب رفض مرارا استمرار المراحل الانتقالية وأكد ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله وفي الاستفتاء على مشروع الدستور وأوضح البيان أن البرلمان قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة ولا يجب أن يتعد ذلك أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه مطالبا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمعة صياغتها وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية النواب قالوا إن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن وأن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عليها انهيار الاتفاق والحل السلمي مؤكدين على ضرورة أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق وأن أي تجاوز لها سيسهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة بإضافة أجسام تفتقر للشرعية اللازمة وفي الختام شدد النواب المائة والاثنى عشر في بيانهم على ضرورة أن تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام مطالبين بوجوب مراعاة ما تم ذكره في هذا البيان حتى يكون الاتفاق ذا قيمة وحتى لا يكون هو والعدم سواء ترجمة نانسي قنقر